معهد القرآن الكريم التابع للعتبة العباسية المقدسة وبجميع فروعه في محافظات العراق شهد إقبالاً واسعاً هذا العام على الدورة القرآنية الصيفية المقامة للطلبة في العطلة من أجل استثمارها الاستثمار الأمثل للغوص في علوم القرآن الكريم والرسالة المحمدية وأحد هذه الفروع هو قضاء الهندية التابع لمحافظة كاربلاء الذي شهد تسجيل أكثر من ثلاثة ألاف طالب بمختلف الفئة العمرية سعة العتبة العباسية المقدسة من خلال مشروع الدورات القرآنية الصيفية لتوفير بيئة مناسبة يتلقى فيها الطلبة مختلف العلوم والمعارف الإسلامية المهمة وتكون استثمار أمثل لأوقات العطلة الصيفية هذا الفراغ يستغل بشيء نافع يستفيد من الطلبة اليوم نحن في قضاء الهندية في التحديد هذا القضاء شهد مشاركة أكثر من ثلاث ألاف طالب لفرع معهد القرآن الكريم كثير من النشاطات ومنها المشاركة الفاعلة في هذا المشروع ولأكثر من سنة شاهدنا شيء مميز هذا العام هو التنامي الأعداد والتنامي والزيادة المستويات تفاعل كبير مع المناهج بالحقيقة تنفيذا لخطة المعهد السنوية حول مشروع الدورات الصيفية تم تنفيذ الخطة من قبل فرعنا هذا العام حقيقة شهد أبواب المعهد شهدت دخول ثلاثة ألاف طالب حقيقة ثلاثة ألاف طالب بل تجاوز العدد الثلاثة ألاف بالحقيقة وصلنا إلى مناطق نائية بالقضاء منها مناطق ليشان والسوادة بالإضافة إلى مناطق الدعوم وزغيب والرغيلة والعوامر ومركز القضاء ومناطق الإبراهيمية ومناطق الجدول الغربي كافة حلقات تدريسية ضمها عدد من مساجد وحسينيات القضاء تزرع في نفوس الطلبة طاعة الله عز وجل وتعاليم الدين الحنيف منها القرآن الكريم والعقائد والأحكام الابتلائية في المسائل الفقهية فضلا عن الأخلاق والتربية الفاضلة والسيرة العطرة لآل البيت عليهم السلام التي يجب على كل مسلم معرفتها وكل ذلك يتم تحت إشراف أساتذة مختصين في تلك العلوم سونا دورة المعلمين واستثمرنا هذه العطلة بهذه الدورة والتمنى كل يحضر بهذه الدورة لأن دورة مفيدة وتعلمنا بهذه الدورة العقائد والسيرة والفقه وتعلمنا شوية من القرآن الكريم وعلمونا الوضوء والتيامم والصلاة وستجي المدرسة سأعلم أصدقائي وأعلم جيران واتمنى كلها تحفظ بهذه الدورة لأنها دورة من العتبة العباسية المقدسة شكرا للعتبة العباسية المقدسة لأن قدمتنا هذه الدورة استثمرنا من هذه الدورة بعطلتنا وقضينا وقت حلو في هذه الدورة اليوم نحن في فرع الهندية ونشكر العتبة العباسية وتعلمنا شيئا كثيرة مثل الصلاة والسيرة والعقائد والصور وتعلمنا كل شيء نشكر العتبة العباسية على هذا الشيء نحن من أحد الطلاب المشاركين في الدورات الصيفية نحفظ من الدورات الصيفية الفقه والعقائد والصلاة وأصول الدين وفروع الدين واستغلنا هذا الوضع حتى نحفظ الصلاة والصوم ونحفظ أمور ديننا ونشكر المعلمين والمعهد القرآني الكريم الدورات القرآنية الصيفية مشروع وطني كبير يمثل فرصة كبيرة لشباب المستقبل من خلال تنشئة جيل منمى بتعاليم القرآن الكريم بتجديرها في نفوسهم وتحصينهم من الحركات المضللة الدخيلة على المجتمع ترجمة نانسي قنقر